وارجعنا لكم تاني في مادة إدارة الأعمال المكتبية مع دكتور حنان حسين لطلاب التعليم المفتوح المستوى الثالث الأول القديم والمدمج أنا نسيت أقول لكم أن أنا بفتخر أصلا أن أنا بدرس لكم وبتشرف دايما أن أنا بدرس لكم وبكتب الكلام ده على صفحتي دايما أن أنتوا ناس لازم نحترمها لأن أنتوا عملتوا حاجة مهمة جدا أن أنتوا جيتوا علشان خاطر تشتغلوا على نفسكم وتتعلموا لأي سبب من الأسلام في الأسباب وبتستغنوا عن الأجازة بتاعت يوم الجمعة علشان خاطر توصلوا للمستوى اللي أنتوا فيه وده شيء يشكر ليكم تماما طيب نيجي نشوف بقى بنتكلم على التنظيم المكتابي أسباب التنظيم المكتابي بنقول بنتعرف على المسئوليات بنتعرف على السلطات بنمنع الاحتكاك والتدارم بننسق بين الجهود الجماعية المختلفة بنستخدم استخدام أمثل للموارد سواء مادية أو بشرية حد شاطر قاعد كده دلوقتي بيسمع ورح قايل إيه أنا شفت أربعة من دول من شوية فاكرينهم؟ كانوا فين؟ أنا أقول لكم كانوا في مشاكل التنظيم فاكرين؟ أهو أدي أسباب التنظيم المكتابي عشان ما عملش المشكلات اللي كانت هناك تعرف على المسئولية وتعرف على السلطة أمنع الاحتكاك وأنسق بين الجهود المكتابي إيه وظائف التنظيم؟ هحدد الأعمال هحدد مسئوليات الأفراد هختار وعين العاملين اللي عندي هحدد وسائل اتصال معاهم همنح السلطات اللازمة للأفراد يبقى دي وظائف التنظيم ممكن يروح جايبها لي في السؤال صح وغلط ويقول لي واحدة فيهم مفاقط ممكن يجيبها لي في اختيار متعدد يجيب لي تلاتة ويقول لي كل ما سبق ممكن يجيب لي واحدة مش من ضمنهم خالص ويقول لي ما عدا وممكن يقول لي بما تفسر استخدام التنظيم المكتبي هقول له عشان أحدد الأعمال والمسئوليات واختار وعين الناس وحدد وسائل الاتصال وامنح السلطات للأفراد وامنح التضارب اللي هو كان موجود في السلايد اللي قبل دي وفوايد التنظيم حقق الأهداف المحددة هرفع الكفاءة الانتاجية ما أنا بدا محددت الأهداف بهرفع الكفاءة الانتاجية همنع التضارب والازدواج ما بين الناس وما بين معضفة هساعد على استقرار المنشأة هسهل عملية الاتصال ما بين الأفراد برضو ممكن يقول لي ما أهمية التنظيم ممكن يقول لي واحدة فيهم فعبارة صح وغلط ويبقى فقط وممكن يقول لي اختيار من متعدد ويبقى كل ما سبق أو لا شيء مما سبق وممكن يقول لي بما تفسر أهمية التنظيم طيب نيجي نقول عندي مستويات إدارية مضبوط هرمه رئيس مجلس إدارة ونايب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام جماعة دول اسمهم اللي هم مستوى الإدارة العليم حد هيقول دكتور حنانو احنا مطالبين بالانجليزي لا مش مطالبين بس لذيذ ان انت تعرف كلمتين ثلاثة تبقى عارفهم لما تسمع تبقى فهم بيتكلموا على مين طيب المديرين ورأساء الأقسام جماعة دول الميدل مانجمينت اللي هم مستوى الإدارة الوسطى والملاحظين والمشرفين ورأساء العمال اللي هم اللوور مانجمينت اللي هم مستوى الإدارة الدنيا أو بيسموها التنفيذي في واحد قاعد مركز جدا بيقول يا ترى السلايد دي تنفع تبقى اشرح بالرسم فقط هقول له لا ما هياش اشرح بالرسم فقط لما هتيجي حاجة فيها اشرح بالرسم فقط هقول لك تمام إنما هنا انت عرفت مستويات الإدارة الثلاثة التنظيم أداة من أدوات تحقيق الأهداف في الخطة طب بيحققها عن طريق ايه؟ أولا بيخلق جو ملائم للعمل عشان الناس تحب بعضها وتعرف تشتغل تهوية جيدة إمكانيات ووسائل تشتغل بيها تحديد السلطات والمسئوليات عشان ما يحصلش التضارب تسهيل عملية الاتصال ما بين الأفراد يعني معناها إن احنا الأهداف والأهمية والطرق كلها ممكن أبقى عرفها من أول وحدة موجودة فيهم تمام كده؟ ممكن يقول لي في عبارة صح وغلط التنظيم أداة من أدوات تحقيق الأهداف في الخطة عن طريق خلق جو ملائم للعمل بدون النظر إلى تحديد السلطات والمسئوليات يبقى العبارة خطأ أو يقول لي التنظيم أداة من أدوات تحقيق الأهداف في الخطة عن طريق خلق الجو الملائم اتنين تحديد السلطات والمسئوليات تلاتة تسهيل عملية الاتصال ما بين الأفراد أربع كل ما سبق هيبقى كل ما سبق طيب نيجي نشوف بعد كده العوامل المحددة لفعالية التنظيم عندي ثلاث حاجات وأخد بالي كويس قوي إن الاتصال هنرجع له بالتفصيل بعد كده إنما إحنا العوامل المحددة نبعرفينها سلطة ومسئولية واتصال يبقى إذن العوامل المحددة لفعالية التنظيم السلطة والمسئولية بغض النظر عن وسائل الاتصال لعبارة خطأ العوامل المحددة لفعالية التنظيم السلطة والمسئولية والاتصال كل ما سبق يبقى كل ما سبق طيب شوف بعد كده يعني إيه سلطة سلطة أي عندي حق شرعي للوظيفة اللي أنا بشغلها هتخليني أعمل إيه أقوم بأعمال معينة أستخدم الموارد المتاحة أصدر أوامر للمرؤوسين اللي تحت إيدي أوقع الجزاء على المرؤوسين عندي سلطة هو يبقى إذن السلطة الحق الشرعي لشاغل الوظيفة للقيام بأعمال معينة لاستخدام الموارد المتاحة لإصدار الأوامر للمرؤوسين وتوقيع الجزاء على المرؤوسين تمام كده؟ طيب هيقول لي تعرف نقط بأنها الحق الشرعي لشاغل الوظيفة هقول له تحت السلطة المسئولية القيادة الرقابة يبقى السلطة تمام كده؟ طيب هيقول لي في اختيار من متعدد الحق الشرعي لشاغل الوظيفة تعني السلطة ويقوم بأعمال معينة استخدام موارد متاحة إصدار الأوامر للمرؤوسين كل ما سبق هتبقى كل ما سبق تمام كده؟ طيب هي السلطة دي ممكن يفوضها الواحد ممكن أنا بسق في شخص هفوض له السلطة عشان أنا عندي أجازة ما هطلع بيها وهو هيفوض في السلطة بتاعتي طيب يا بطل لو فوضت له السلطة لما ترجع تلاقيه خرب الدنيا المسئولية تقع عليه لوحده ولا سيادتك معاه لا طبع أنا معاه فلو عايز تعمل مقلب في واحد وفوضت له السلطة علشان خاطر ما يعرفش يقوم بالعمل كما يجب وتقول ده شخص لا يصلح لا ده أنت اللي هتبقى لا تصلح أن أنت اللي فوضت السلطة له غلط يبقى ممكن من اللي أنا قلته ده عبارة صح وغلط تجيلي يقول لي السلطة لا تفوض والمسئولية تفوض إيه رأيكم صح ولا غلط السلطة هي اللي تفوض وفيه حاجة اسمها تفوض السلطة إنما المسئولية لا تفوض المسئولية تقع على عاطق صاحبه طيب أنواع السلطة أول حاجة رسمية أيوة أنا وظيفتي مدير رظيفتي رئيس مجلس إدارة رئيس عمان رئيس قسط يبقى الوظيفة بتاعتي قدتني سلطة رسمية وقادي السلطة الغير رسمية اللي قلنا ناخد بالنا منها لأن فيها ألأ على المنظمة وقلنا إنها بتعمل مشكلة فإيه هي السلطة الغير رسمية خصائص الفرد وأخلاقه وقدراته الشخصية تجعله يستطيع التأثير على المرؤوسين وهو مش في موقع رسمي تمام كده الكارزمة بتاعته زي ما بيسموه طيب نيجي للسلطة القانونية هي التي يكون مصدرها القانون القانون بيقول فلان الفلاني له حق التوقيع له حق الإدلاق بالرأي له حق الحكم على المشروع بعد كده قال لي سلطة شخصية شبه الغير رسمية خصائص فرد أخلاق وقدراته شخصية تجعله يستطيع التأثير على المرؤوسين سلطة عقيدية هي التي يكون مصدرها المركز الاجتماعي أو الديني للفرد بشكل يجعل الغير يدينون له بالولاء المطلق شيخ الأزهر البابا هكذا سلطة عقيدية آخر حاجة سلطة استشارية هي التي يكون مصدرها التنظيم الإداري وهي تظهر في التنظيم من أجل رفع كفاءة الإدارة المشرفة على الأقسام التنفيذية وفي التنظيم مهمتها تقديم الرأي أخد بالي والنصح والمشورة دون إصدار أمر مثل مستشار المدير للشؤون الإدارية مستشار مستشار يبقى رأيه استشاري مش إلزامي انت جاي تشورني بتقدم لي مشورة وأنا ياخد بيها يا ما خدش بيها تمام كده يبقى إذن هيقول لي ما هي أنواع السلطة ووضح واحدة فيهم أو هيقول لي أنواع السلطة رسمية وغير رسمية وقانونية وشخصية كل ما سبق هقول له كل ما سبق أو يقول لي السلطة الغير رسمية هي السلطة التي يكون مصدرها الوظيفة هقول له لا طبعا دي الرسمية مش الغير رسمية السلطة القانونية التي يكون مصدرها المركز الاجتماعي الديني هقول له لا غلط دين يبقى عقيدة السلطة الاستشارية ملزمة هقول له غلط لأنه قال لي أنه هي استشارية مشورة ونصح وتقديم رأيه فقط تمام؟ طيب نيجي نشوف سرعة إنجاز الأعمال تنمية العلاقات وسهولة الاتصال خلق الحافظ للأفراد إيه دول؟ أنا قلتهم بالمقلوب صح؟ إيه هم دول يا طريق؟ إيه اللي هيخلي سرعة في إنجاز العمل؟ أصل المدير مش موجود آه بس ما يا دكتور حنان قاعدة مكانه طيب تمام؟ أصل المدير مش موجود بس لما رحنا لدكتور حنان زبطت لنا كل حاجة وسهلتنا الأمور تنمية علاقات وسهولة اتصال أصل هي سيبنى الواتساب والتليفون بتاعها خلق الحافظ للأفراد أما دكتور حنان بدل المدير أوكي في يوم ما ممكن تبقى هي المسكة الإدارة كلها قدتني حافظ يبقى إذا تفويد السلطة إني أنا أدي للمرؤوس جزء من السلطة بتاعتي أفوضها له هتساعد في سرعة الإنجاز هتنمي لعلاقات وسهولة الاتصال هتخلق حافظ للأفراد طيب اللي إحنا قويلينه ده ممكن أتسئل فيه إزاي؟ صح وغلط؟ تفويد السلطة فويده سرعة إنجاز العمل فقط خطأ تفويد السلطة تنمية علاقات وسهولة اتصال بغض النظر عن تحفيز الأفراد غلط تفويد السلطة فويده سرعة الإنجاز تنمية العلاقات خلق الحافظ كلما سبق يبقى كلما سبق سؤال بقى من نوع تاني خالص بما تفسر تفويد السلطة باستخدمها ليه؟ بما تفسر هقوله عشان أعمل سرعة في الإنجاز عشان أنمي العلاقات وسهل الاتصال عشان أخلق حافظ للأفراد تمام كده؟ يبقى عرفت أن السلطة بتفوض والمسؤولية لا تفوض وتفويد السلطة له مجموعة من الفوائد المسؤولية عبارة عن التزام الشخص أهو على كتاف الممنوح له السلطة بأداء أعمال معينة واجبات مختصة بالوظيفة ومحاسبته على النتاج المحققة بناء على هذا الأساس هناك تلازم بين السلطة والمسؤولية فهو فهم وجهان لعملة واحدة تمام كده؟ يبقى السلطة تفوض والمسؤولية لا تفوض كده خلصنا الجزء الأول ونيجي للجزء الثاني من محاضرتنا وهو التنسيق يعني إيه تنسيق؟ هنسق أيوة يعني إيه تنسيق؟ يعني هتعمل إيه؟ يعني يا دكتور هنسق يعني أيوة هتعمل إيه بردو؟ عملية يتم عن طريقها أو يتسنى للمدير التنفيذي من تحقيق نظام منصق للمجهود الجماعي للمرؤوسين اللي عنده ومن توفير وحدة في العمل وتوافق في الأداء عشان أعمل إيه؟ أوصل للغاية المشتركة أو الهدف المشترك ما بيننا يعني زي ما بيقول لي كده أعمل هارموني للشغل بتاعي تمام كده؟ يبقى لي كده عمل زي السيمفونية كده وهي بتتعزف في تنسيق كل واحد عارف هيعمل إيه؟ ومن ده لده لده نوصل للهدف والغاية المشتركة خصائص التنسيق إيه؟ ضروري لكل وظائف الإدارة كل وظائف الإدارة بدون استثناء لازم يبقى عندها تنسيق يقوم به المديرين يرمي إلى تحقيق الانسجام أهو الهارموني والترابط والتوافق ليس هدف وإنما وسيلة لإنجاز الأعمال خد بالك من دي أي حاجة تلاقي فيها ليس أو لا ينفع تتقلب عبارة صحة وغلب هاجي أقول أن التنسيق هدف 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 إيه رأيكم؟ هدف لإنجاز الأعمال هقول لأ ليس هدف وإنما وسيلة لإنجاز الأعمال تمام كده؟ يبقى إذن من خصائص التنسيق أنه ضروري لكل وظائف يقوم به المديرين بيرمي إلى تحقيق الانسجام والترابط والتوافق فهو ليس هدف وإنما وسيلة لإنجاز نيجي نشوف أهمية التنسيق أو بما تفسر استخدام التنسيق لازم لكل وظائف الإدارة يؤدي لإزالة الاختلاف والازدواج يؤدي لزيادة رضا العاملين يحقق الدافعية في أداء الأعمال تمام؟ يبقى إذن بما تفسر أهمية التنسيق الأربع حاجات دول أو أهمية التنسيق أنه لازم لكل وظائف الإدارة بغض النظر عن الدافعية ورضا العاملين غلط أهمية التنسيق لازم لكل وظائف الإدارة يؤدي لإزالة الاختلاف والازدواج يؤدي إلى زيادة رضا العاملين كل ما سبق تمام؟ يبقى كل ما سبق تنسيق طب أنا عايز أنسق ماشي ما تعمل ما تنسق أيها نسق إزاي يعني أعمل إيه علشان الناس دي أعمل لهم اجتماع يا سيد أعمل لهم اجتماع وأعمل اللي أنت نفسك فيه في الاجتماع طيب تمام؟ أعمل لهم برامج إيه المشكلة يا؟ أعمل لهم برامج مؤتمرات تمام؟ أعمل لجان لجان متخصصة عشان تنسق ما بين الناس وما بين بعضها يبقى إزا من أدوات التنسيق الاجتماعات البرامج المؤتمرات وال لجان تمام كده؟ يبقى إزا أدوات التنسيق هي اجتماعات برامج لجان مؤتمرات كل ما سبق يبقى كل ما سبق أو إن يقول عبارة صح وغلق بقول من أدوات التنسيق الاجتماعات والبرامج بغض النظر عن عقد المؤتمرات يبقى العبارة خطأ تمام كده ايه أنواع التنسيق بقى بقول حسب الموضوع يا إما مادي يا إما بشري هاي بنسك حاجات مادية أدوات وأراضي وأصانع و منتجات يا إما هنسك حاجات بشرية متعلقة بالمورد البشري طيب أنواع التنسيق بيقول لي حسب المصدر يا إما داخلي ما بين أعضاء الإدارات أو الإدارات والإدارات المختلفة يا إما خارجي مع العملاء خارجي مع المصانع الأخرى أو المنشآت الأخرى مع الحكومة مع النقابات بنسك بردو يا إما أنواع التنسيق وفقا للاتجاه رأسي أو أفقي رأسي دايما معناها أنه من أعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى يبقى من الإدارة العليا لتحت ومن الإدارة الدنيا لفوق وأفقي معناها ما بين الإدارات اللي زي بعضها أدارة التمويل وأدارة الموارد البشرية أدارة الموارد البشرية وأدارة التسويق وهكذا يبقى إذن أنواع التسويق أنواع التنسيق هي إيه؟ ووضح واحدة فيهم هقول له وفقا للموضوع وفقا للمصدر وفقا للاتجاه وأقول له مثلا وفقا للموضوع هيبقى مدي وبشري ده نوع من أنواع الأسئلة طيب من أنواع التنسيق الموضوع والمصدر بغض النظر عن اتجاه التنسيق لعبارة خطأ نوع ثالث من الأسئلة أنواع التنسيق وفقا للموضوع هي داخلي وخارجي أقول له لا أنت بتضحك علي دي مدي وبشري داخلي وخارجي دي تبقى تبع المصدر طيب أنواع التنسيق وفقا للاتجاه هي داخلي وخارجي أقول له لا طبعا اتجاه يبقى رأسي ووفقي تمام طيب خلصنا جزئين عندنا بعد كده الرقابة المكتبية عايزة رائب بقى يعني أعمل ايه يقول لي عرف الرقابة الرجل ده بيعمل ايه وراجل ده بيعمل ايه لا أو بيرعب عن طريق ايه ده ده بيلاحظ بالعدسة وده بيلاحظ بالكاميرا وده بيبص كده ايه هي أحد الوظائف الرئيسية وتشمل على أول حاجة متابعة التحقق من رؤية ومعاينة أداء الأعمال أهم الاتنين اللي وقفين فوق دول بيشوفوا العمل بيتم إزاي يبقى إزا الرقابة متابعة أولا تمام كده تاني حاجة مقارنة الأداء الفعلي ايه ما أنا عايزة أعرف بقى أقارن اللي أنا عملته بالأداء اللي كان مفروض أعمله عشان أعمل ايه أكتشف الانحرافات وحدد وادرس الأسباب الرئيسية للانحراف وبعدين أعمل على تصحيح الانحرافات يبقى إزا الرقابة وظيفة مهمة جدا وحيوية لأنها تبدأ بمتابعة اللي تحقق وتصل إلى تصحيح الانحراف الحصى تمام كده يبقى إزا أعرف الرقابة أدي التعريف الرقابة متابعة ومقارنة وكشف انحرافات كل ما سبق يبقى كل ما سبق بما تفسر استخدام الرقابة هقوله عشان أتابع وقارن وأكشف الانحرافات وأحدد الأسباب في الانحرافات وأصحح الانحرافات عبارة صح وغلط يقولي الرقابة متابعة ومقارنة وكشف انحراف بغض النظر عن تصحيح الانحراف هقوله العبارة غلط عشان هي الخمس حاجات مع بعض بعد كده يقولي العلاقة بين التخطيط والرقابة هدي مرحلة ودي مرحلة حتى فيها تخطيط حتى فيها رقابة يبقى بيمثلوا مرحلة من مراحل العملية الإدارية هم أرأي بهم بيأثروا على باقي العملية الإدارية طب الرقابة والتخطيط بيأثروا على التنسيق وعلى التوكيب وعلى التجهاز القرار لا أهمية للتخطيط بدون الرقابة ولا رقابة بلا تخطيط ادي عبارة صحة وغلطة هي شرحة نفسها هقول للتخطيط اهمية بدون الرقابة ولا عكس صحيح يبقى غلط لان لا اهمية للتخطيط بدون الرقابة ولا رقابة بلا تخطيط هقول العلاقة ما بين التخطيط والرقابة او هقولها في عبارة صحة وغلط او هقولها اختيار المتعدد ويبقى كل ما سبق هقول ان التخطيط والرقابة يبقى السنان مرحلة من المراحل العملية الادارية ولا يؤثروا على باقي العملية الإدارية ولا يتأثروا بيها يبقى العبارة خطأ بعد كده إيه اللي بيحصل عشان خاطر نشوف أهميتها إيه الرقابة بتساعد في إيه قياس الأداء الفعل منع حدوث الانحراه تركيز الجهد وتوفير الوقت الرقابة على بقية الوظائف وأحد مفاتيح نجاح المدير تمام يبقى بما تفسر أهمية الرقابة 1-2-3-4-5 تمام كده ما هي أهمية الرقابة 1-2-3-4-5 صح وغلط هقول معنى حدوث الانحرافات قبل حدوثها بغض النظر عن الرقابة على بقية الوظائف يبقى العبارة خطأ طيب بعد كده أنواع الرقابة من زاوية إيه بقى وفقه يا إما من زاوية وظايف المنشأة هرائب وظائف إيه إيه وظائف المنشأة دي إيه 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 وظائف المنشأة دي ها؟ إيه الوظائف المنشأة؟ هرائب التمويل أيوه هرائب التسويق أيوه هرائب المعارض البشرية أيوه هرائب المكاتب أيوه طيب أنواع الرقابة وفقه للوظائف الإدارية هرائب إيه؟ هرائب المديرين اللي عندي هرائب التنسيق أيوه هرائب القرارات نفذوها لا لا أيوه هرائب التوجيه بتاعهم أيوه طيب هرائب إيه كمان؟ مندخلات ومخرجات المنشأة وفقا لمصدر الرقابة مصدر بتاعه يا إما داخلي اللي هيرقبونا مرقبين داخليين يا إما جاينا من الجهاز المركزي أو التعباء والعامة والإحساء أو الرقابة الإدارية رقابة خارجية بدا مصدر الرقابة بعد كده توقيت حدوث الرقابة هي الرقابة دي هتحدث سنوية ولا شهرية ولا أسبوعية دورية ولا وفقا للاستثناءات في حالات الضرورة تمام كده؟ يبقى إذن أنواع الرقابة من أكتر من زاوية هيقلي ما أنواع الرقابة وأقول مثل على واحدة فيهم همسك واحدة فيهم أو يقول لي أنواع الرقابة وظيف منشأة ووظيف الإدارية ومدخلات ومخرجات ومصدر الرقابة وكل ما سبق يبقى كل ما سبق أو يقول لي أن أنواع الرقابة وفقا لمصدر الرقابة داخلية وخارجية هقول له صح أو يقول لي أنواع رقابة وفقاً لمصدر الرقابة هي دورية وسنوية هقول له لأ دي تبع التوقيت تمام نيجي لمبادئ الرقابة بيقول لي الرقابة لها مبادئ موضوعية وحياد تركيز على توقع حدوث الانحرافات ومنع حدوثها بيتنبأ بيها يعني التأثير المتبادل بين الرقابة وبين وظائف الإدارية ضرورة الرقابة للتخطيط وتلازمها تركيزها على الاستثناءات بتاخد بالها قوي من الجزئية دي مراعاة الاعتبارات الإنسانية ومرونة النظام الرقابي تمام كده تعالوا نشوف إيه مشاكل الرقابة فاكرين مشاكل وأمراض الإدارة كان منها مشاكل الرقابة المتابعة والتحاخف من الأداء الفعلي للأعمال مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المقدر الكشف عن الانحرافات المجابة والسالبة تحديد الأسباب الرئاسية والتفصيلية للانحرافات تحديد الحلول الملأمة لعلاج الانحرافات عدم اتباع مبدأ الرقابة بالاستثناء لو أنا ما عرفتش أتابع هتبقى فيه مشكلة في الرقابة ما عرفتش أقارن أداء فعلي بأداء مقدر هيبقى فيه مشكلة في الرقابة ما عرفتش أكشف عن الانحرافات هتعمل لي مشكلة في الرقابة ما عرفتش أحدد الأسباب في الانحراف بقت مشكلة ما عرفتش أحط حلول لعلاج الانحراف بقت كارثة ما عرفتش أتابع مبدأ الرقابة بالاستثناء زي الحالات اللي احنا فيها دي رقابات بالاستثناء كلها تبقى مشكلة في الرقابة طيب ما هي مشاكل الرقابة؟ أهي واحدة فيهم وأقول فقط يبقى لعبارة خطأ كلهم وأقول كل ما سبق سبق نيجي لوظيفة التوجيه والإشراف المكتبي عن طريق القيادة قائد هيوجه هيشرف هيقود المجموعة من البشر اللي قاعدين قدامكو دول عشان يوصل لحاجة معينة يبقى يعني إيه قائد؟ أهو بياخد بإيده بيعمل إيه؟ تأثير بيتناول أنشطة مجموعة بشرية منظمة تسعى لوضع هدف وتحقيق الهدف تمام؟ هيقودني إدارة مجموعة من البشر تمام؟ هيأثر فيهم وكلمة تأثير دي هي السبب في كلمة القيادة أني أبقى أكون قدوة حسنة مؤثرة بيقلدون مديره؟ إيه هي عملية يقوم بواسطتها أحد الأفراد بمنارسة نوع من أنواع التأثير الاجتماعي على أعضاء جماعة معينة وعنده وعنده مقدرة على التأثير وتطويع الآخرين عشان يحققوا الهدف كلهم متكتلين عشان يصلوا للهدف يبقى إذا الإدارة تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وإتخاذ قرار زائد أنه هو علاقات اجتماعية إنسانية وقدوة مؤثرة في الآخرين الإدارة بتفترض وجود هيكل رسمي من وظائف ومسئوليات وعلاقات واستخدام وسائل اتصال رسمي رسمي أهو القيادة بقى لا تفترض وجود هيكل رسمي إنما تشير إلى ممارسة نوع من التأثير الاجتماعي بواسطه أحد أعضاء المجموعة بيقود باقي الأعضاء بيستخدم وسائل اتصال غير رسمي الإدارة أو المدير قوي من الناحية الفنية عنده قدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتنسيق القائد قوي من الناحية الفنية عنده قدرة على التأثير على الآخرين وحجد جهدهم خلفه وجعلهم يتبعون أوامره وينصعون له يبقى إذن هنا فيه فني وقدرة على الآخرين هنا بقى القائد ضعيف إذا فشل في التأثير على الآخرين ومش هيتابع الأوامر بتاعته يبقى اسمه قائد ضعيف إنما المدير إذا تم هذا التأثير على الآخرين في غياب التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة يبقى ساعتها ضعيف يبقى أحكم على القائد إنه ضعيف إزاي إذا فشل في التأثير على الآخرين وحجد جهدهم خلفه أحكم على المدير إنه ضعيف إزاي إذا ما خططش ونظم وموجه ورائب ونصق نيجي لآخر حاجة عندنا في الجزئية دي عندنا نظريات للإدارة كتير تيلور وماكس بيفر وووووو ونظرية إكس وواي ونظرية زد اليابانية تعددت النظريات ولكن أهمها في التوجيه والإشراف والقيادة ومعرفة كيفية توجيه الأفراد واكتشاف حاجاتهم هي نظرية الحاجات لمثلو ودي اللي هننهي بيها المحاضرة حاجاتنا بنقول هرم الحاجات لمثلو هرم مثلو خمسة بيبدأ بقاعدة عريضة هي الحاجات الفيسيولوجية طعام شراب لبس راحة شبعت ولبست وارتحت هبتدي أطلع الحاجة اللي بعدها حاجات الأمان المادية المعنوية الصحية هبتدي أتدرج لللي فوقها حاجات اجتماعية حب تفاعل مع الآخرين عملته حاجات تقدير هبتدي أفكر في نفسي بقا الاحترام وتقدير الذات تمام كده وآخر حاجة في الهرم بتاعي أني أنا أحترم أو أصل إلى آخر حاجة في قمة الهرم بتاعتي تمام كده مثلو بيقول أن الإنسان بطبيعته بيدور حاجة حاجة إلى أن يصل إلى آخر حاجة بالنسبة لي يبقى إذن خدوا بالكو هنا بس أن هنا في غلطة مش عارف أصلحها وإحنا بنتكلم لكن أنتوا ممكن تبقوا فاهمينها حاجة الاحترام فوق والتقدير هنا يبقى الاحترام آخر واحدة فوق يبقى إذن حاجات فيسيولوجية في قاعدة الهرم حاجات الأمان وحاجات اجتماعية وحاجات التقدير واحترام الذات وتقدير الذات تمام كده يبقى إذن اشرح بالرسم فقط هرم مثلو للحاجات هادي سؤال تاني سؤال قسم مثلو الحاجات إلى تلاتة هقوله غلط خمسة كذا وكذا وكذا الحاجات الفسيولوجية لمثلو هي الحب والتفاعل مع الآخرين هقوله غلط الفسيولوجية يعني طعام وشراب ولبس وراحة إنما الحب والتفاعل مع الآخرين ده حاجة اجتماعية تمام كده يبقى إذن آخر حاجة كانت عندنا نظريات الإدارة ما خدناش غير نظرية مثلو أو هرم مثلو للحاجات أتمنى أن انتوا تكونوا استوعبتوا الجزء بتاعنا وألقاكم في المحاضرة الثالثة إن شاء الله